اشتركوا في القناة التغطية المتواصلة عبر شاشة الميادين اكدت القائرة انها طرحت اطارا لمقترح محاولة تقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنية لحقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان ان الاطار يتضمن ثلاث مراحل تنتهي الى وقف اطلاق النار واكد ان مصر لم تتلقى حتى الان اي ردود وانه عند ورودها سيبلور المقترح بصورة مفصلة وسيعلن كاملا وخلال لقائها في بيروت رفضت الفصائل الفلسطينية كل السيناريوهات لما يسمى مستقبل قطاع غزة وتقديم حلا وطني فلسطيني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية وجددت تأكيد قاعدة الكل مقابل الكل وتبيض السجون كما دعت الى لقاء وطني جامع وملزم يضم الاطراف كافة من دون استثناء لتنفيذ ما جرى التوافق عليه في الحوارات الفلسطينية السابقة نرحب هنا بضيوفي في استوديو الميادين رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس أستاذ علي بركة ومن دمشق عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية تحريف فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد حياكم الله ضيفية العزيزين أبدأ معك أخ علي من تاريخ الحرب تاريخ اليوم الحرب الثالث والثمانين الحرب بهذا التاريخ بهذه المدة دخلت التاريخ كأطول حرب ومواجهة عسكرية بين المقاومة أو حتى بين الجيوش العربية في كل الحروب وإسرائيل أطول حرب كانت حرب 82 اشتياح بيروت سمر الثمانين يوما الآن تجاوزنا هذا الزمن ما هي دلالات ذلك بالنسبة لكم كمقاومة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تحية إلاك وللواء أبو أحمد فؤاد وللسادة المشاهدين ولكل شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ولكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين يدعمون الشعب الفلسطيني ويدعمون صموده ومقاومته ويدينون الجرائم السهيونية الأمريكية على شعبنا طبعا مضت 33 يوما الآن فعلا هذه أطول حرب عربية إسرائيلية وهذا يؤكد يعني بعد هذه الأيام الطويلة أن العدو الصهيوني فشل في تحقيق أهداف التي أعلنها بسحق المقاومة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالقوة دون مقابل وتهجير شعبنا الفلسطيني إلى سيناء من قطاع غزة هذه الأهداف الثلاثة التي أعلنها العدو قبل 83 يوما فشل في تحقيقها إذن هذا الصمود الطويل لشعبنا والإبداع للمقاومة الفلسطينية هو الذي أفشل هذا العدوان لذلك نحن نقول الآن يعني بعد هذا الصمود وهذه الأسطورة يعني لم يصمت شعب مثل هذا الشعب الفلسطيني نقول أن الأولوية الآن لوقف العدوان بعدها فشل العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية في تركيع الشعب الفلسطيني وفي فرض شروط الاستسلام أنا أقول على الدول العربية أن تتحرك أن تدعم الشعب الفلسطيني أن توقف العدوان أن ترسل المساعدات العاجلة لشعبنا الفلسطيني الذي حقق أسطورة بطولية وملحمة بطولية حقيقة لذلك إذا قارننا أداء المقاومة في هذه المدة نجد أن المقاومة تتصاعد في أدائها وفي مقاومتها مقارنة بسيطة قبل الهدنة الماضية دخل العدو في الحرب البرية 28 يوم منذ 27 أكتوبر إلى 23 نوفمبر 28 يوم تم تدمير 335 آلية إسرائيلية من 1 ديسمبر الحالي 1 كانون أول ديسمبر إلى اليوم 28 يوم كمان يعني في 28 يوم قبل الهدنة والآن 28 يوم بعد الهدنة أول مرة 335 آلية دمرات هذه المرة 490 آلية يعني في 165 آلية زيادة معناها أداء المقاومة زاد وقوية المقاومة أكثر وعمليات المقاومة زادت أفخاخ المقاومة المقاومة في الشجاعية في الزيتون في بيت حنون في شرق رفح في بن سهيلة في دير البلح في خان يونس في بيت لهية في جحر الديك المقاومة بعد الهدنة الإنسانية التي حصلت زادت من فعليتها ومقاومتها لم تتراجع يعني العدو يعتبر أنه يريد أن يسحق المقاومة لكن المقاومة استفادت من مرحلة التهدي الأولى استفادت من المعاركة الأولى وعززت من قدراتها ومن أفخاخها وزادت من تصيدها للكيان الصيوني لما أنت بتحسب المجموع 825 آلية لو كل آلية مات واحد هذه 825 جندي طبعا في آليات أحرقت بالكامل فيها 8 جنود أو ضباط وفيه جنود تماما طبعا أنا أقول لك عدد قتل العدو بالآلاف الآن لكن العدو في هذه الحرب يتنكر لعدد قتلى يخفي عدد قتلى لأنه لا يريد أن يحصل انتفاضة شعبية صار معروف وصارت تتحدث عنه أيضا صحف عالمية موضوع التكتم على الخسائر خليني أبدأ معك أخ علي من التطورات السياسية لدي أمامي مجموعة تطورات تحتاج ربما لبعض التوضيح والمعلومات أولا الفرنسية الوكالة الفرنسية تحدثت الآن ونحن على الهواء بأن هناك وفد من حركة حمال سوف يتوجه غدا إلى القاهرة في شيء جديد في القاهرة يطرح حاليا الزيارة الماضية انتهت يوم الجمعة الماضية برأسة الأخ سماعيل هني أبو العبد واستمع الوفد إلى مبادرة مصرية ثم جاء وفد الأخوة في الجهاد الإسلامي إلى القاهرة واستمعوا إلى نفس المبادرة المصرية ولم يعطي أجوبة أمس في لقاء الفصائل الخمسة في بيروت على مستوى الأمناء العامين تم مناقشة المبادرة المصرية وكان الموقف أن يكون هناك رد وطني فلسطيني على المبادرة المصرية وليس ردا حمساويا أو ردا جهاديا أن يكون رد فلسطيني جامعا نعم رد وطنيا واتفقت الفصائل على محددات الرد كل الفصائل أضرت؟ فصائل الخمسة المشاركة في المقاومة حركة حماس حركة الجهاد الإسلامي الجبهة الشعبية الجبهة الديمقراطية الجبهة الشعبية القيد العامة وقبل يومين يوم الثلاثة كان اجتماع للتحالف القوى الفلسطينية كذلك على مستوى الأمناء العامين ونفس الموقف نحن نتمنى أن يكون الأخوة في فتح كذلك مشاركون لكن الظاهر يريد أن يكون لوحده يعني الوفد الذي سيتوجه إلى القاهرة يحمل جوابا وطنيا بناء على اجتماعات التي حصلت اليوم هذا الوفد من غزة الظاهر أنه من غزة وليس من الخارج ربما يكون لترتيبات يعني أنا لا عندي تفاصيل لأنه الخبر نعم ربما له علاقة بمعبر رفاح بالجرحة بأمور أخرى لوجستي لا بدنا أن نستبق الأمور لكن ما اتفقنا عليه مع الفصائل الفلسطينية أن يكون رضا وطنيا لهم محددات المحدد الأول أولا وقف العدوان وقف العدوان ثم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها في قطاع غزة ثالثا ملف الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل رابعا فتح معبر رفاح وإدخال المساعدات وإخراج الجرحة خامسا العمل على إعمار قطاع غزة من خلال مؤتمر دولي مؤتمر عربي لابد أن يكون هناك مساهمة عربية دولية لعادة إعمار قطاع غزة وتأمين بيوت جاهزة لأهلنا النازحين أو الذين ضمرت منازلهم ريثما يتم الإعمار سادسا تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن اجتماع وطني فلسطيني يضم كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء لأن اليوم الكل بطرح ماذا بعد وقف الحرب من يدير غزة نحن نقول لا نريد إدارة لغزة نريد حكومة وحدة وطنية للضفة وغزة هي التي تعمل وليس لغزة وحدة لا نريد أن نفصل غزة عن الضفة أو الضفة عن غزة لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن اجتماع وطني للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية دون استثناء وهذه الحكومة تكون مرجعيتها وطنية وليس شخص بعينه الفصائل هي المرجعية قيادة وطنية موحدة هي المرجعية نتفق عليها من خلال الحوار الوطن الحكومة الوحدة الوطنية هي تصور الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات بيروت نعم لما يسمى اليوم التالي من الحرب نعم صحيح والحكومة الوحدة الوطنية ماذا ستقوم تشرف على الاعمار تشرف على الاعمار وعلى الإغاثة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة وتتولى إدارة القطاع والضفة الغربية والانتخابات والانتخابات طبعا نتفق على انتخابات حسب ما اتفقنا عليها سابقا في 2021 في اتفاق جاهز لم ينفذ نعم في اتفاق جاهز في شباط وآذار 21 في القاهرة انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وكان الرئيس أبو مازين قد أصدر المرسوم بذلك في شهر 5 21 انتخابات تشريعية في تموز 21 انتخابات رئاسية في آب 21 انتخابات مجلس وطني تفاجأنا جميعا في 29 نيسان 2021 تم إلغاء المرسوم بحجة أن العدو يمنع انتخابات في القدس فنحن نريد أن نعود لا ما زال هذا العام لا نحن الآن الحكومة عليها أن تشرف على انتخابات وقراراتها ملزمة ولابد أن يكون هناك اجتماع وطني فلسطيني الذي يشكل الحكومة ويتفق على موعيد الانتخابات وتكون ملزمة للجميع طيب شو رأي فتح بهذا الكلام أخ علي ما عندناش يعني ما الطرف المسيطر على السلطة مختلفناش بس اليوم المقاومة هي التي تتقود المعركة المقاومة هي التي تتقود المعركة وفصائل المقاومة جميعا بس حكومة وحدة وطنية نحن نقول بعد الحرب وبعد أن ينسحب العدو وتجري عملية تبادل أسرة وتفتح المعابر لابد من لقاء وطني فلسطيني في القاهرة أو في غيرها لماذا مشاركوش هم رفضوا دعوا أكثر من مرة رفضوا مشاركة على أساس عزام الأحمد جاء بتكليف من الرئيس أبو مازل التواصل مع حركة حماس لم يتواصل معنا لم يتواصل معنا ذهب علمت أن ذهب مدير المخابرات إلى القاهرة وشطب بند الحكومة في المبادرة المصرية في المبادرة المصرية في بند تشكيل حكومة شطبوا وربما يذهب وفد من فتح قريبا إلى القاهرة ما البديل إذا شطب حكومة الوحدة الوطنية؟ بغض النظر لكن العالم كله يسأل ماذا بعد الحرب من يدير غزة؟ نحن نقول نحن كحماس لا نريد أن ندير غزة نحن نريد حكومة تدير كل الواقع الفلسطيني في الضفة وغزة لا نريد أن نفس الغزة عن الوضع الفلسطيني ككل هذه أخ علي الإجابات التي ستقدمها الحركة نيابة أيضا عن الفصائل وباسم الفصائل لا نحن الفصائل ربما يتشكل وفد وطني ويذهب إلى القاهرة يذهب إلى القاهرة في معلومات قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أسئلة لحركة حماس أو قدمت ورقة على شكل أسئلة لحركة حماس عن طريق القطرين عندك؟ ما عندي معلومات ما عندي معلومات لأن هذا أيضا نشر سيادة ليو أبو أحمد أطلع عليك والمعذر لكن أريد أن أخذ رأيك بما تناقشنا فيه هنا مع الأخ علي وأمكانية أن يتم فعلا التوافق الوطني مع الباقي الذي لم يحضر مع حركة فتح على هذه النقاط التي تم التوافق عليها في اجتماعات الفصائل وإن كانت سيتم يعني فرضها والتمسك فيها عندما يجلس الوسطى ومعهم مطالب الطرف المقابل تحياتي لك يا أخي العزيز كمال وتحياتي للأخي العزيز علي بركة والرحمة للشهداء والشفاء للجرحة والنصر لشعبنا العظيم إن شاء الله أنا أثني على ما تفضل به أخي العزيز لأنه نحن شاركنا في الاجتماع الذي بكره الأخ علي وكان لنا رأي منسجم إلى حد كبير مع المفاصل الأساسية لشروط المقاومة فيما يتعلق بأي مفاوضات عبر الوسطى أو أي شيء من هذا النوع ولذلك أنا أقول أن العدو من خلال الولايات المتحدة يحاول أن يصل إلى اتفاق أو حلول جزئية لهذا الموضوع الكبير والذي كما ذكر يعني هي معركة فاصلة وهمة جدا جدا وتاريخية وبالتالي لا يمكن الحقيقة أن نعبر من معابر يعني تجزئة توصل الأمور إلى خسائر بدل أن نحقق يعني إنجازات كبيرة في هذا الزمن وانتيجة هذه التضحيات وهذا الدم الذي دفع شعبنا العظيم شعبنا كله يقاوم شعبنا في الضفة يقاوم شعبنا في غزة يقاوم وأيضا هناك كما تعرف حضرتك ويعرف الجميع هناك جبهات أخرى جبهات محور المقاومة والتحية بهذه المناسبة لأخوتنا في اليمن وكذلك لأخوتنا في حزب الله الذي يقدم تضحيات يومية والمقاومة العراقية إلى آخره نحن الآن أمام جبهات وليس جبهة واحدة ولكن جوهر الصراع الآن في هذه اللحظة هو في غزة وفي الضفة أنا أقول أنه الآن يبدو أنه قد بدأ تحرك لأنه بلينكين احتمال كبير أن يصل إلى المنطقة يعني وزير الخارجية الأمريكية ويبدو أن لديه يعني مقترحات أو تيناديوهات أو شروط لا تختلف عما أرسل عبر الوسطاء ولكن دائما الأمريكان يقولوا نريد تخفيف الدبح تخفيف المجازل على الفلسطينيين وليس وقفها أو وقف يعني العدوان إلى آخرين أنا أعتقد أنه نعم الشروط التي وضعتها المقاومة يجب أن لا يتم التنازل عن أي شرط منها وهذه فرصة الحقيقة أن تتمسك كل الفصائل بدون استثناء الحقيقة بهذا الدم الذي فعلا أفرز هذه الشروط والشرط الأول كما تفضل أخي علي وقف العدوان وانسحاب كوات العدو من غزة الدم والإنجازات أيضا سيادة اللواء والإنجازات المقاومة نعم والإنجازات نعم وافق على إضافتك لأنها لها معنى كبير وهذه البطولات والصمود البطولي الذي مثل الشعب بكامله وفي مقدمة فصائل المقاومة سواء إخوتنا في حماس أو الجهاد أو كتاب شهيد أبو علي أو أي قوة أخرى أو مجموعات أخرى لذلك أنا أقول أنه الآن جاي بلينكين ويبدو في حد بدي أحضر قبل ما يجي بلينكين لكن نحن الآن اتفقنا خاصة الفصائل الخمسة أن الشروط التي ذكرت لا أريد أن أكررها يجب أن نتمسك بها ولا نتنازل عنها لا مع الوسطاء ولا مع من هو يعني قادم إلى المنطقة ليعطي ضوء أخضر جديد للعدو الصهيوني إذبح وارتكب مجازر ونحن ندعمك ونعيدك في مختلف المجالات والصعود خاصة المقاومة في غزة والظروف في الإقليم في المنطقة الظروف الإيجابية والسلبية في جبهات مساندة بالمقابل في ناس تتفرج في ناس تتركت غزة لوحدها في دول وأنظمة ولا خير لم تقوم بأي جهد وفي بعض الدول مع إسرائيل أنت تعرف هذا الكلام ونحكي بشكل صريح كل هذه الظروف تساعد المقاومة على تنفيذ هذه الشروط ووضع المقاومة في غزة قادرة على أن تفرض شروطها في المفاوضات والله يا أخي العزيز أنا يعني بقول الجرح بالكف وفعلا يعني لما يكون الطعنات من أبناء يعني أمتنا مؤلمة جدا والتعبير عنها مؤلم جدا ولم نمر الحقيقة بمثل هذا الوضع سابقا أولا بالإيجابيات والبطولات التي حصلت في مقاومة الاحتلال والسلبيات المتعلقة بالوضع العربي الرسمي ونحن أيضا لا نزايد على أحد ولكن نقول أن هذه المقاومة في غزة هي دفاع عن كل هذه الأمة لأن صار لهم فترة الإسرائيليين بيحكوا إسرائيل ليس من النين الفرات بل من المحيط للخريج وكان قبل أيام يعني بايدن اللي أصبح يعني ليلا نهارا يفكر بغزة وكيفية القضاء على المقاومة في غزة إلى آخره هو وكل مؤسسات دولته وزارة الخارجية وزارة الدفاع وإلى آخره لا هم لهم إلا موضوع يعني غزة وهذه الحقيقة بالنسبة بغض النظر عن الجرائم ولكن هذه لها معنى كبير في تقييم دول المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا الاحتلال الذي لم يواجه ما واجهه منذ يعني 75 عام النقطة الأخرى هي متعلقة الحقيقة به يعني هذا الوضع الرسمي اللي استبعد أن يغير استبعد أن يغير واستبعد الحقيقة أن يتبنى شروط المقاومة لأنه فعلا يعني الارتباط بالتعليمات والتوجيهات الأمريكية يعني تقريبا شبه كامل وثابت وواضح ومعلن إلى آخره نحن لا نستطيع أن نراهن إلا على دمنا وعلى نفسنا وعلى إمكانياتنا وعلى بطول شعبنا وها هي التجربة جدا كما تحدث أخي علي كم خسائر العدو وهذه الخسائر خلقت أزمات للعدو خلقته أزمات داخلية ليس فقط فيما يتعلق بالأسرة بل هناك مسائل متعلقة بالاقتصاد فيما يتعلق يعني وضع المقاومة سيادة اللواء قوي وضع المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية قوي بما يمكنها من فرض شروطها أريد أن أشير إلى الأخبار العاجلة على شاشتنا أنباء عن عملية طعن على حاجز مزمورية بين بيت لحم والقدس والحديث عن إصابتين إسرائيليتين وأطلاق نار على المنفذ الإصابات هي لجنديين إصابات لجنديين في منطقة مزمورية بين بيت لحم والقدس والحديث عن إطلاق نار على المنفذ وهذه الصور التي وردت من مكان تنفيذ العملية البطولية التي نفذها مقاوم فلسطيني في هذه المنطقة هناك أيضا من ضمن معطيات الميدان مشاهدين أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أن العدو الإسرائيلي خسر الكثير من إمكانية الرؤية والتنصت للسهداف المقاومين ومراقبة تحركاتهم في جنوب لبنان وحذرت في بيان من أن قوات الاحتلال عمدت للتعويض عن الخسارة إلى اختراق الكاميرات المدنية الموصولة إلى شبكة الإنترنت في القرى الأمامية للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها من جميع من جمع معلومات تتعلق بالمقاومة وحركة المجاهدين لاستهدافهم بيان المقاومة أهاب بأهالي القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت والمساهمة في إعماء العدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقاومة ومجاهدوها من أنشطة أو تحركات في المنطقة هذا طبعا بعد أن قامت المقاومة بإعماء كاميرات العسكرية الإسرائيلية استخدموا اختراق الكاميرات المدنية أمام المنازل والبيوت المحالة التجارية والمؤسسات سأتحدث حول هذا الموضوع ونشرحه بشكل مفصل مع الخبير بالأمن السبراني الأستاذ علي عميس معي مباشرة من بيروت أستاذ علي مساء الخير مساء النور كيف تتم هذه العملية وكيف يستطيع قوات الاحتلال اختراق شبكات الإنترنت المحلية والاستفادة من الكاميرات التي يستخدمها المواطنين في الجنوب للحصول على معلومات وبالمقابل كيف يمكن منع ذلك يعني بالحقيقة موضوع اختراق الكاميرات الكاميرات المراقبة المنتشرة في كل المناطق وكل الطرقات هي عملية سهلة نوعا ما للعدو لأن هذه الكاميرات متصلة بالانترنت وكما نعلم جميع الاجهزة المتصلة بالانترنت هي عرضة للاختراق بسبب كون هذه الاجهزة تتم يعني هي وظيفتها أن يتم الوصول إليها عبر الانترنت وبالتالي يسهل على العدو اختراق هذه الاجهزة والكاميرات طبعا هنا الحديث عن كما تعلمون الكاميرات المتواجدة في الأسواق هي كاميرات نوعيتها رديئة نوعا ما وبالتالي ليس هناك من يعني أمان أو ليس هناك كما يعني السيكوريتي الحماية القوية المتواجدة بها وبالتالي يسترخص المواطن ويقوم بشراء أي نوع من الكاميرات ويضعها على الطرقات ويقوم بإيصالها بالالترنت بهدف أن يتم مراقبة منزله وعمله وغيره وبالتالي العدو يعني طبعا بعدما قام المقاومة قامت بإعماء العدو بإستاذاة في جميع الأنظمة التجسس والكاميرات والاتصالات يقوم باستخدام هذه الكاميرات من أجل مراقبة حركة المقاومين وحركة السير على الطرقات وغيره يعني هنا أخ علي الوصول الإسرائيلي إلى الكاميرات هو وصول تستطيع من خلاله إسرائيل مشاهدة ما يعرض في الكاميرا أم الوصول أيضا إلى ذاكرة هذه الكاميرات ما هو مسجل عليها طبعا مجرد ما تم الوصول إلى الكاميرا هو بطبيعة الحال وصل إلى الجهاز المشاهز بهذه الكاميرات فيستطيع مراجعة الداة وغيره من الأمور التي سجلتها هذه الكاميرات أنا هنا أنصح المواطنين أولا حاليا لا يمكن يجب فصل هذه الكاميرات فورا عن شبكة الإنترنت هذه بالدرجة الأولى وفي مرحلة لاحقة يجب تحديث أنظمة التشغيل التابعة لهذه الكاميرات والاعتماد على التحقق السنائي وكلمات سر قوية وغيرها المواطن العادي يجب عليه أن يلجأ إلى المتخصصين في هذا المجال من أجل أن يقوم بحماية هذه الكاميرات ومساعدته في هذا المجال شكرا أستاذ علي عميص الخبير بالأمن السبراني كنت معنا مباشرة من بيروت أستاذ علي بركة أعود إليك مرة أخرى واضح أن هناك زحمة مبادرات ورؤى قبل قليل تحدثت عن وفد حماس إلى القاهرة كما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية التي تقول بأن وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة الجمعة يعني بكرة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف إطلاق نار ينهي الحرب مع إسرائيل في غزة تنقل على المسؤول في الحركة أن المبادرة المصرية ترحت الأسبوع الماضي على مسؤولين في حركتين الجهد الإسلامي حضرتك وضحت هذه المسألة وأن المبادرة المصرية تشمل ثلاث مراحل تنص على هدى قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن التي تحتجزهم حماس مقابل إطلاق صراح سجناء فلسطينيين وإلى آخره لكن هون المبادرة المصرية تتحدث عن تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنقراط بعد حوار تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية وستكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة هذا مرفوض بالنسبة لكم بناء على الاجتماع ما في تكنقراط طبعا المبادرة المصرية تتحدث عن حكومة بتشكلها أمريكا ومصر وقطر ما حدا فلسطيني بيقبل أنه حد يشكل له حكومة حتى ولو كان الشقيق العربي فلذلك هم بيختاروا الشخصيات لا بغضا أنه أمريكا ومصر وقطر بشكل الحكومة طب وين الفصائل الفلسطينية وين الشعب الفلسطيني نحن قلنا أنه حوار وطني فلسطيني بشارك فيه الأمناء العامين دون استثناء أحد بشكل حكومة وحدة وطنية ومرجعتها بيكون إلى مرجعية وطنية نتفق عليها الفصائل المقاومة كلها رفضات وحتى حركة فتح رفضات ذلك فنحن نريد أن نفصل ملف الحكومة عن ملف وقف إطلاق النار الأولوية لوقف إطلاق النار الآن وليس لتشكيل الحكومة لكن بعد وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال وإبرام صفقة التبادل يتم البحث هذه المسائل يتم البحث فلسطينيا برعاية عربية لا بأس ما نحن عارفين اليوم مصر مكلفة من الجامعة العربية بالملف المصالحة الفلسطينية لكن فيه اتفاقيات سابقة موجودة نرجع لها عنشان ترتيب البيت الفلسطيني سواء الانتخابات التشريعية ورئاسية ومجلس وطني لكن تشكيل الحكومة بحاجة إلى مؤتمر وطني فلسطيني لقاء وطني فلسطيني يحضره الأمناء العامون كافة مش حماس وفتح ولا حماس والجهاد ولا حماس والشعبي كل الفصائل الفلسطينية معنية الآن بترتيب البيت الداخل الفلسطيني يكون في القاهرة اللقاء ما في مشكلة عندنا لكن أنه أمريكا تشكل وتحط فيتو عفلان وتختار رئيس الحكومة أمريكا هذا أمر مرفوض وهم يحاولوا ذلك القناة الـ 12 الإسرائيلية أخ علي أيضا أشارت قبل قليل إلى أنه مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث هذه الليلة مقترحا قطريا جديدا لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس في مقترح جديد يبدو حسب ما تنقل نحن مال مقترحات نحن اليوم الموقف الفلسطيني موحد فصائل مقاومة تحديدا لديها موقف موحد ولديها محددات لهذا الموقف الجميع ملتزم به تيجي مبادرة قطرية تيجي مبادرة مصرية تيجي مبادرة أوروبية نحن لا نعنى مشكلة أي مبادرة توقف العدوان وتسحب جيش الاحتلال من غزة وتطلق صراح الأسرة على قاعدة الكل مقابل الكل ندخل فيها وبعد ذلك فتح معبر رفح وإلى آخر نحن لا ننظر إلى الجهة التي تقدم المبادرة نحن ننظر إلى المبادرة التي تحقق مصالح شعبنا وتحمي شعبنا من العدوان الصيوني وتوقف المذبحة النازية على قطاع غزة اليوم في مذبحة نازية 83 يوم حرب إبادة على الأطفال والنساء وكل البنى المدنية في قطاع غزة نريد أن نوقف هذه المذبحة هذه المجزرة من يوقف هذه المجزرة نحن جاهزين نتفهم معه لكن أنه نناقش الآن تفاصيل على الهواء لا يوجد داعي لأننا حددنا أمس الموقف الموحد والمحددات لهذا الموقف وهذا الموقف ما سيحمل غدا طيب أنا مش عارب بالنسبة لغدا لأنه مش واضح السوريلي وأنا جاي لعند تطلع الخبر هل هو وفد فقط من غزة لبحث مع بالرفح وإخراج الجرحة أم هو الوفد الفلسطيني أم هو وفد من الخارج والداخل ما عنديش تفاصيل حتى ما نستبق الأمور على الهواء طيب بالنسبة أيضا لمسألة المرحلة الثالثة من الحرب التي يتم الحديث عنها أيضا حسب ما نقلت وزار الدفاع الأمريكية هذا اليوم أنه وزير الدفاع لويد أوستن يبحث هاتفيا مع نظير يوف جالنت الإسرائيلي التحضير لمرحلة إنهاء الحرب الكبرى أو العمليات القتالية الكبرى بالضبط على قطاع غزة الانتقال إلى المرحلة الثانية واضح أو المرحلة الثالثة واضح أنه مطلب أمريكي ملح على الإسرائيليين ما هو تصور حركة حماس لهذه المرحلة والإسرائيليين مستعدين أن يذهبوا لمرحلة جديدة في الحرب قالوا هما قالوا قالوا هاي يمكن تبعدنا عن أهدافنا التي نريد تحقيقها لأنه إذا بالحرب الشاملة لم نصل إلى شيء فكيف سنصل إلى شيء بحرب منخفضة الكثافة وإلى آخره يعني بالنسبة للمقاومة ما هو رأيها بهذا الموضوع بالمرحلة الأولى العدو خسر 335 آلية في المرحلة الثانية 490 آلية في المرحلة الثانية سيبدأ انسحاب من قطاع غزة لأنه فشل في الحرب البرية هو يريد أن يسحب جيشه وينقذ جيشه من مستنقى غزة ويفعل سلاح الجو والاغتيالات هو يريد أن ينقذ جيشه في المرحلة الثالثة لأنه فشل في المرحلة الأولى والثانية من السيطرة ما سيطر سيهدخل لكن كل منطقة دخلها المقاومة بالمرصاد له وتواجهه يوميا ما في منطقة استقر فيها فلذلك هو يريد أن ينزل المرحلة الثالثة وأمريكا اختارت له المرحلة الثالثة هي مرحلة الانكفاء ومرحلة الاندحار عن غزة هذه هي المرحلة الثالثة ما في مرحلة تقدم أو مرحلة فرض احتلال على شعبنا أو فرض استسلام على شعبنا هو سينسحب في المرحلة الثالثة يسحب جيشه من المناطق الاشتباك ويفعل سلاح الجو لكي يكثف غاراته على شعبنا واللي يقوم بعمليات اغتيال ميدانية هنا أو هنا هذا أيضا يقودنا سيادة اللواء أبو أحمد يقودنا للحديث عن أداء الجيش الإسرائيلي في المرحلة الثالثة الشاملة في مرحلة القصف الشامل والتدمير الشامل والدخول الشامل البري إلى قطاع غزة الأداء الجيش الإسرائيلي كان واضح واضح جدا وهذا كلام إسرائيليين وكلام أمريكيين وكلام خبراء ومراقبين من كل نحاء العالم كان أداء فوضوي وأداء سيء للغاية في تنفيذ العمليات في الالتزام بالأوامر إلى آخره يعني فضائح كثيرة لدى الجيش الإسرائيلي إخفاقات كثيرة لدى الجيش الإسرائيلي ليس هذا الجيش الذي واجهته المقاومة الفلسطينية في بيروت 82 وليس الجيش الذي واجهته الجيش العربي في 67 و73 هذا الأداء إلى ماذا سيوصل سيادة لواء أبو أحمد وهل يمكن الاعتراف بالهزيمة يعني اليوم نحن نتحدث عن أداء سيء الجيش الإسرائيلي عن هزائم عن صمود المقاومة لكن بالمقابل أنت تتحدث عن دولة مدعومة من الولايات المتحدة المنظومة الغربية وهذه تشكل مركزية النظام الدولي اليوم في العالم يعني أنا أعتقد أنه ما لدى المقاومة من إمكانيات على الصعود المختلفة سواء كان المخزون التسريحي أو المخزون النضالي خاصة فيما يتعلق بأبطال المقاومة الذين تدربوا جيدا والخطة التي وضعت وهي تفصيلية لكل مرحل من المراحل ولن أدخل بالتفاصيل لكن هناك فعلا أعداد كبيرة من المقاتلين دربت على المرحل الأولى من المعركة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الاستمرار بالقتال ضد هذا العدو الصهيوني لذلك نحن في مرحلة فرض الواقع الميداني على هذا العدو بمعنى أن حركته ليست حرة ولم يتمكن من خلال الآليات التي يختبئ بها أن يقوم بأعمال إجرامية ضد قوات المقاومة وربما تجد مقاتل أو اثنين أو ثلاثة قد أسقطوا عدد من القبلة للعدو وربما يعني دمروا عدد من الآليات كما تحدث يعني أخي علي أنا أقول أن هناك اطمئنان كامل أن لذلك المقاومة الإمكانيات التسليحية والإمكانيات البشرية فيما يتعلق بأعداد المقاتلين واستعدادهم للتضحية إلى آخره وكل يوم سيدفع العدو يعني ثمن الحقيقة جرائمه ومحاولاته اقتحام هذه المنطقة أو تلك في غزة وهذا الموضوع خلق مشاكل داخلية حتى عند رؤساء الأركان السابقين وحتى ما بين يعني الحكام الحاليين لأن قصر منهم بدأ يصل إلى حد أنه هذه المقاومة لا يمكن هزيمتها وعلينا أن نتعاطى يعني معها بطريقة مختلفة وليس من خلال يعني فقط الإمكانيات العسكرية وثبت الفرق بين ما جرى مع الجيوش أو ما جرى في مرات سابقة الآن نحن ثلاثة أشهر خلال هذه الثلاثة أشهر فعلا تحاول العدو أن يحسم المعركة من خلال سلاحه الرئيسي الذي من خلاله يتغلب دائما على الجيوش أو إلى آخره وأقصد سلاح الطيران نعم هذه المقاومة أفشلت سلاح الطيران وفعله الذي كان يساعد دائما أن تتقدم الكوات بسهولة وأحيانا يعني تفرش الأرض الحرير لبعض الكوات لأنه السيطرة من خلال سلاح الجو اليوم هذا لم يعد قائما بينما بعد ثلاثين يوم تقريبا لا زالت تقصف تل أبي ولا زالت تقصف مناطق مختلفة يعني في الكيام الصهيوني على ضوء ذلك أقول إنه إمكانية الاستمرار بالقتال وجعل هذا العدو يدفع ثمن وخلق أزمات داخلية له على الصعود المختلفة هذا أمر لا زال قائما وإمكانيات المقاومة أن تقاتل وتقاوم بأشهر طويلة وربما تفتح الجبهات الأخرى على ضوء التطورات الحاصلة أعود وأكرر نحن بالنسبة إلا نريد فعلا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي هذه خطوة أولى لأنه لابد أن يحصل عندنا إجماع لأنه الآن ما يحصل في الأقل من المقليل عمارة سيادة اللواء سيادة اللواء في عقبة في عقبة هي الطرف الآخر في المعادلة الفلسطينية لا أريد أن أقول عقبة لكن أريد أن أقول بأنه في جدل حولها خلينا نسمي مشكلة فيه إلى آخر مع الطرف الآخر عندك حركة فتح عندك السلطة الفلسطينية لديهم تصورات مختلفة عن تصورات باقي الفصائل كل اتفاقات التي تم التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية ومن أجل وحدة الوطنية ما يسمى برأب الصدع لم ينفذ منها شيء لم ينفذ منها شيء عبر سنوات طويلة يعني ليس من الآن كان آخرها بال2021 نتحدث عنها الأخ علي قبل قليل وقال يمكن وضعها مرجعية للانطلاق منها نحو ترتيب البيت الفلسطينيين لكن لم ينفذ منها شيء كيف يمكن التفاهم مع الآخرين في السلطة الفلسطينية في ناس بحركة فتح لهم رأي في ناس في السلطة لهم رأي في أشخاص طامحين في أشخاص عندهم أوراق اعتماد في أشخاص عندهم مصالح شخصية وامتيازات ذاتية وإلى آخرين الوضع معقد يعني سويا أخي كمان حدث حدث تاريخي حدث كبير 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 جدا يستدعي أن بعض الناس اللي كان عندهم وجهات نظر أخرى أن يغيروا وجهات نظرها خاصة في من اعتمد على حلول أمريكية أو غربية إلى آخرين واللي أصبح واضح تماما أنه ليس أمامنا خيار إلا المقاومة وفتح حلاقات جدية مع يعني القطب الآخر الذي يتشكل وأقضت يعني روسيا والصين ودول اللي بريكس وللوفود الفلسطينية اللي لازم تتجول به عند دول اللي بريكس من الهند للصين للروسيا ما حد عم بطل على هذه القوة اللي هي مؤيدة بشكل أو بآخر لنا ولا ولا أقصد فقط يعني الفريق الآخر لا حتى يعني محور المقاومة حتى مهمة السفارات الفلسطينية هاي سيادة اللواء مهمة السفارات الفلسطينية المنتشرة في أنحاء العالم مهمتها والميزانيات بمئات ألف الدولارات نعم لذلك لذلك عندما قلت ترتيب البيت الفلسطيني خيارنا الأساسي لترتيب البيت الفلسطيني هو الانتخابات وهذه الحرب وهذه المعركة وهذه التضحيات يجب أن توصلنا لوحدة وطنية حقيقية قائمة على أساس أن المقاومة هي جوهر أي برنامج سياسي قادم ولا أسلو ولا اتفاقات أسلو وما أعقبها من الاتفاقات منتهى هذا الموضوع لأن العدو أيضا أنها بمراحل مختلفة أنا فقط أقول أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة وكلنا سابقا ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعد 7 أكتوبر ليس فقط على الصعيد الفلسطيني بل على الصعيد الفلسطيني وعلى صعيد المؤسسات الدولية والعربية إلى آخره وبكف يعني النظام العربي يعني القسم الأكبر منه يتفرج على هذه المدابع والمجال التي يرتكبها العدو ضد شعبنا ويهدد الآخرين يعني الإمساك بالقرار الفلسطيني وفيه تغطية دولية لهذا الإمساك بالقرار الفلسطيني هذا مسألة تحتاج إلى حل قد يكون حلها عبر حكومة وحدة وطنية معترف فيها دوليا سننتظر الأيام المقبلة لنعرف لكن على ذكر الأداء الجيش الإسرائيلي الذي سألتك عنه سياد اللواء اليوم منتدى مديري المستشفيات الأمراض النفسية في إسرائيل حسب هيئة البث الإسرائيلية وجهوا رسالة عاجلة إلى مراقب الدولة في إسرائيل يطالبونه بإعلان حالة الطوارئ لماذا؟ لأن حالات الانتحار والإصابة بالأمراض العقلية والنفسية في صفوف الجيش الإسرائيلي باتت كبيرة وشوفنا مبارح يمكن نموذج أو حدث الجند الإسرائيلي الذي استيقظ من النوم وأطلق النار على رفاقي وعلى الجدار وحتى لم يحققوا معه بسبب وضعه المنهار على ذكر أيضا الميدان أخ علي بارك أيضا قبض على حذاء السنوار يوم أمس وقد يطالب فيه بصفقة تبادل أو في المفاوضات المقبلة لكن أريد تعليق منك على الصورة الجديدة التي تحدث عنها الإسرائيليون للقائد محمد ضيف أول شي هاي الصورة مش أكيد ننهائله بعدين إذا كانت من أكثر من عشرين سنة فشو هالإنجاز العظيم أنه يدوره على شخص الآن عمره ستين سنة وهذه الصورة قبل ثلاثين سنة أو عشرين سنة يعني تغير الشخص فهذا الدليل يعني إفلاس العدو الصيوني أنه الآن عثر على حذاء أو عثر على صورة العدو الصيوني أنا بشوف أنه دخل مرحلة الهزيمة النهائية والاندحار وما الحديث عن المرحلة الثالثة هو لتجميل الهزيمة لأنه تحول العدو الصيوني إلى أهداف سهلة للمقاومة وشهدنا الفيديوهات كيف أن المقاتل الفلسطيني يصل إلى الدبابة ويضع عبوة شواط تحت الدبابة أو يضع عبوة العمل الفدائي تحت برج الدبابة أو يصل إلى البيت الذي يتحصن فيه الجنود ويقصفه بالتيبي جي أو يفخخ هذا البيت وسمعنا عن هذا الجندي الذي صابه كبوس غزة وصح من النوم وفكر حاله في غزة طلع أطلق الرصاص على من يحط به من زملاء والجنود فالآن هذه لعنة غزة تلاحق هذا العدو الصحيح يعني بعد ثلاثين سنة من ملاحقة القاد محمد ضيف تنشر له صورة هذا يعتبر فشل لكن أنتم كحركة حماس لا تؤكدون أن هذه الصورة صحية وغير صحية لا نؤكدها هي له أو غير له لا نؤكدها طبعا وقد تكون مصنوعة عبر الفوتوشوب يعني طيب بالنسبة أيضا أخ علي لبيان حرس الثورة وكلام اليوم الخطاب الذي ألقاه قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي المسألة أغلقت أنه أثارت جدل كثير وتم استغلاء كان في خطأ بالترجم عندهم ووضحنا لأنه تعرف في البعض بتصيض بالماء العكر البعض الفلسطيني حتى سيبتهم حركة حرس قبل التصريح الإيراني عنشان خمس تلاف أسير وعنشان المسجد الأقصى دمرنا غزة طب كيف يعني الآن بطلع مثلا مسؤول إيراني يقول أنه هذا الضمار من أجل فلان القائد الفلاني أو كذا لازم يعرف الجميع أن الشعب الفلسطيني يقاتل أجل قضيته يقاتل من أجل قضيته منذ الغزو البريطان لفلسطيني منذ وعد بالفور أكثر من مئة عام نحن نقاتل نحن كشعب فلسطيني في حركة في مرحلة التحرر وطني نقاتل دفاعا عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا أصدقائنا وحلفائنا يستفيدوا من مقاومتنا صحتين على قلبهم نحن مجزعلنين لأنه بالنهاي نحن محور واحد وجبهة واحدة لكن شعبنا بالفعل يقاتل ويدافع عن أرضه وجماهير أمتنا تقف معنا الآن في اليمن في لبنان في العراق في إيران في غيرها من الدول حتى في دول العالم في أمريكا مظاهرات دعم لنضال الشعب الفلسطيني فالشعب الفلسطيني شعب مقاتل شعب أصيل يدافع يعني يخوض مرحلة مرحلة التحرر وطني ومعركة طوفان أقصى شكلت زنزال كلام قهد الحرس اليوم يعني ثبت موقف لا ومعادي طوفان أقصى شكلت ضربة قاسية للكيان الصيوني ودور الوظيف في المنطقة لأن هذا الكيان زرع في المنطقة لحماية المصالح الغربية والأمريكية في المنطقة اليوم لم يعد قادر ليحمي نفسه فتعطلت هذه الوظيفة فلذلك المقاومة الفلسطينية وجهت كما قال قبل قليل أخ أبو عبيدة وجهت ضربة القرن لهذا الكيان وفتحت الباب للتحرير القادم إن شاء الله إن شاء الله أخ علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج شكرا جزيلا لك سيادة لواء أبو أحمد فؤاد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية تحريف فلسطين من دمشق أيضا أشكرك جزيل الشكر مشاهدين هذه الساعة من التغطية عبر الميادين انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر